موسيقى موسيقى هذا يمكن أن نفع مغاربة هل نمت بأن هذا ما يمكن أن يكون أي بنت أي بنت كبرت على الإنسان لأننا لا يمكن أن نتعرف بأينا المنزل إلى أن نتعرف بأينا مزيد بأمين المنزل فأنا لم يكن أظن أن طفلا ورائدا ومع محظوظ وعمل أنهم لم يكن لأنهم يوضع غنمان وفاميليال ومعنداش أنو في غنمان ليعاونها هاد البنت ضربت بوحدة في الحياة اليوم هي جات عندي وكتآمن كتآمن أنها تداوى أنها تعيش حياة أخرى أن حقها يرجع عليها أن ولدها يكبر ماشي بحالها تكون عنده سمية يقرأ في مدراسة فاحنا كنا كمجتمع كنتمنى أنكم تعاونوني وتعاونوها وتقفوا معاها وما تحكموش عليها لأنه إلا كل واحد فينا غادي بغي يحكم على الآخر راهم تحت فينا نقي مئة في المئة اللي ما داش دكشي لدارة رسرق واحد نهار ولا كدب واحد نهار ولا دارو حاجة واحد نهار غادي نشدو هديك الخطأ اللي دارو في واحد النهار ونبقاوك نحاكموه عليه عمر لا مني هاد البنت جات وطلبات المساعدة مني هاد البنت كلمات بعفوية كنتمنى أنكم تعاونوها كاملين وتوقفوا معاها تحاولوا تلقوا لها خدمة أنا المتابعة دي لها والمرافقة دي لها في دون توسكي مي كمبتنس دي كوتشينج فأنا غادي نحاول ندير أكثر من الجهد تيالي بس توصل وانتوما كمجتمع مدني كجمعيات كناس كتخاف على المغرب وكتبغي تعاون بنيات المغرب كتمنى أنكم تشوفوا لها خدمة لأنها تسكي لس بار تسكي لفو أنها توكل ولدها وتعيش حياة نقية هاد البنت بغات غير مني توصلت السبعة لأشياء وللثمانية لأشياء تدخل للدارها وتعنق ولدها وتوكلوة ناس هاد شلي طالبة ما طلبتش بزيف ولكن هاد شخصته شوية الفلوس والفلوس خصتهم للخدمة وهي في السن ديالها فشوق عليها المشكل راهم ما كانش عندها بوسي بتوش كنا يخدم بنت عدد 13 العام ولا 14 العام ولا 15 العام را ما لقاتش واحد الـ 70 اختيار الطريق اللي لقاتها رسل كاتها وللأسف وصلتها لها تستخرى صعبة جدا كنتمنى أنكم تفهموا هدرتي تعاونوني وتعاونوها لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة